بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا محاضرتنا اليوم هي تكملة للمحاضرة الماضية عن الثيودلايت اخذنا مجموعة من الأشياء عن الثيودلايت بالمحاضرة الفاتحة وبدينا بالأخطاء للأسف التسجيل موات المحاضرة ما نجاح ما يشتغل فشرحت للمسائي وصلنا إلى الأخطاء بالثيودلايت هسا راح نعيد لكم الأجزاء اللي تتعلق بالأخطاء الموجودة بأجهزة الثيودلايت اللي أخذناها بالمحاضرة الفاتحة نعيدها ونكمل عليها حتى أنه نحصل على التسجيل حتى يبقى عدكم موجود هل ناسها 12 مشارك يعني نبدأ بما ينضمونا الباقي لأنه بيعادة احنا شرحناها بالمحاضرة الفاتحة بما ينضمونا Errors in theodolite الأخطاء اللي موجودة الجهاز in theodolite There are three types of main errors in theodolite عندنا ثلاثة نوع من الأخطاء الرئيسية في أجهزة الثيودلايت They are هذه الأخطاء هي Instrumental Errors أو Instrumental Errors أخطاء الجهاز وعندنا النوع الثاني هي Observational Errors أخطاء الرصد أو أخطاء الراصد وعندنا النوع الثالث اللي هي Natural Errors أو الأخطاء الطبيعية Natural Errors اللي هي عادة تكون Systematic فنجيهم واحد واحد من البداية أول واحد هو Instrumental Errors الأخطاء اللي تكون بالجهاز يعني كل الأشياء يقوم بها الشخص صحيحة الظروف الفيزيائية صحيحة وتظهر عندنا أخطاء سبب هذه الأخطاء هو الجهاز نفسه طبعا ما أكو جهاز خالي من الأخطاء 100% لازم الجهاز بنسبة من الخطاء أكو خطاء مقبول وأكو خطاء لا غير مقبول يطلب صيانة للجهاز فالأخطاء المقبولة لازم نلقى طريقة نتخلص منها ونقللها ما نقدر نتخلص من الخطاء 100% أي رصدة ما ممكن أن تكون خالية من الخطاء 100% وإنما ضمن نسبة الدقة المسموحة بالعمل فعدنا أخطاء اللي هي أخطاء الجهاز The instrumental errors are the type of errors that are raised on account of the defect of malfunctioning of the theodolite itself قدنا أخطاء الأخطاء الآلية للجهاز هي نوع من الأخطاء التي تظهر بالحسبة نتيجة لخروج للجهاز عن الوظيفة الصحيحة ماته هنا عددنا مجموعة من عددهم The following types of instrumental errors may occur while using the theodolite هذه هي نوع الأخطاء لأخطاء الجهاز اللي ممكن أنه تحدث عندنا من نستخدم أجهزة Theodolite أول واحد non-adjustment of plate levels عدم استواء الفقاعة المستوية يعني لدينا الفقاعة لدينا نوع من الفقاعات بالجهاز الفقاعة الدائرية هي النصبة التقريبية للجهاز وبعدها من نضبطها نتحول إلى الفقاعة المستوية على اعتبار أن الفقاعة المستوية حساسة جدا للحركة فمن الصعب أن أنصب الجهاز بالبداية عليها أنصب على فقاعة تقريبية من أوصل قريب أضبط النصبة إلى حد عالي من الإتقان عن طريق الفقاعة المستوية plate level فهذه أحيانا يكون بها خطأ عندما لا تكون الفقاعة عمودية على خط الجذب الأرضي تعرفون خط الجذب الأرضي ويصير عمودي المفروض سيدانا رسمه يكون عندنا هذا خط الجذب الأرضي على اعتبار أنه الراصد يمتد من سمت الراصد إلى مركز الكرة الأرضية هذا خط الجذب الأرضي والمفروض عندنا الفقاعة يكون مستواها تطينا مستوى أفقي هذه الفقاعة هالشكل يصير هنا بها فقاعة عندنا فقاعة من تكون الفقاعة بالوسط هذه الفقاعة من تكون بالوسط الفقاعة معناها الفقاعة مستوى عمودية على خط الجذب الأرضي هذه تسعين درجة بين خط الجذب الأرضي والفقاعة هذا هو نعتبر ال vertical على اعتبار أن الفقاعة هي عبار عن مادة كحولية موجودة في فقاعة محدبة نوعا ما أو مقوسة نوعا ما بحيث الجاذبية تسحب الكحول للأسفل وتترك الفراغ للأعلى فهذا يضطينا وهنا عندنا تأشيرات على الفقاعة من تكون بالوسط الفقاعة معناها الفقاعة تكون عفقية أحيانا هذه ما تكون عمودية على vertical axis طبعا ما يقصد الفقاعة الفقاعة دائما أفقية بس يقصد الأشياء المرتبطة بالفقاعة اللي هو الفرايمات الجهاز مرتبط مع الفقاعة هذا فما تكون الفقاعة أفقية المفروض يكون عندنا المحور الأفقي أيضا أفقي للجهاز فمن يصير عدنا ميلان بين الفقاعة وبين الجهاز ما عدنا برغي موازن أكو يصير بأحدى جهتي الفقاعة وهنا عدنا مفصل للفقاعة فهذه المفروض تكون مضبوطة إذا ما مضبوطة بها اختلاف راح يطينا زاوية 90 درجة يطينا هذا النوع الأول من الأخطاء The vertical axis is not perfectly vertical which results in inclination يصير عدنا ميلان of the horizontal circle يصير عدنا ميلان بالدائرة الوفقية المستوي الوفقي اللي يدور بالجهاز Due to the inclined horizontal circle بسبب عدنا الدائرة الوفقية للجهاز مائلة angles are measured in inclined plane الزوائع الوفقية اللي راح تنقاس تنقاس على الدائرة الوفقية والدائرة الوفقية ليست الوفقية فرح تنقاس على inclined plane اللي هو مستوي مائل which should have actually been measured in horizontal plane واللي كانت مفروض تنقاس في المستوى الوفقي itself نفسه في المستوى الوفقي نفسه thereby causing general هذا يسبب أنه خطأ هذا الخطأ شون نكتشفه وشون نعالجه this type of error can be eliminated ممكن أنه يستبعد هذا الخطأ أو يعالج by leveling theodolite with proper reference to the altitude bubble of the theodolite ممكن نستخدم reference أو مستوي مرجع اللي هو الكوليميتر عدنا جهاز الكوليميتر يصر عبارة عن جهاز مثل التليسكوبات ممرات الرصد وهنا يدخل بالمركز يصر عدنا جهاز ونستخدم للرصد حتى نحدد هذه الأخطاء الطريقة الثانية أنه نشوف هل هي مستوية أو لا هو عن طريق استخدام مبدأ التقليب اللي راح ناخذه بعد شوي هذا هو مبدأ التقليب أنه آخذ القراءات فايس لفت للنقاط وبعد أقلب التليسكوب سنع التأشيرات فما واضح عليها لأن سألها زوم هذا هو مبدأ التقليب أنه أقلب التليسكوب 180 درجة على تبار الأجهزة هذه نسميها ترانزي تيودلات أجهزة اللي تقبل أنه تقليب التليسكوب 180 درجة فشوف هذه العدسة الشيئية كانت بهجه وان صارت بهذه الجهة والعدسة العينية كانت بهجه صارت بهذه الجهة قلب نا التليسكوب التليسكوب بعدين الهدف بقى بمكان يعني نحن أول مرة كنا راصدين نقطة بهالمكان نشوف هنا الشرح البداية كانت عدنا نقطة عارضة هنا بهالمكان وراصدين من خلال التيودلات وهنا الشخص ينظر منها الجهة قلبنا التليسكوب الشخص بقى منها الجهة ولكن شنو اللي صار منها صار منها العدسة العينية فمعناه راي يحتاج انه يدور الثيودلات بالحركة الأفقية 180 درجة بحيث تشوف هذه الفقاعة اللي كانت بهجه صار بهذه الجهة يعني نفر الجهاز 180 درجة بالبداية كان الفقاعة هذه من جهتنا والعدسة العينية من جهتنا هذه عين المفروض الشكل هذا عين الراصد هذه فكان عدسة عينية وفقاعة هذه من جهتنا بهذا المثال قلبنا التليسكوب صارت الفقاعة بقعت من يامنا بعدنا محركين فقاعة والعدسة الشيئية صارت من جهة بعدين فرنا الجهاز حول المحور الأفقي هذا حول المحور الأفقي حركة عمودية حول المحور العمودين حركة أفقية 180 درجة وصارت الفقاعة بالجهة الثانية ورجعت العدسة العينية من جهتنا العدسة العينية رجعت من جهة عين الراصد فإذا ينظر سيشوف نفس الهدف السابق الذي شافه أول مرة هذا هو مبدأ ترانزيت أو مبدأ التقليم نقلب الجهاز الفكرة مات أنه بالبداية كان عندنا هذا المستوي الأفقي العفو هذا مستوي الجهاز وهذا العمود عليه وهذا من حرف قليلا عن الشيء الصحيح اللي هو نرسمه باللون الأخضر هذا هو الشيء الصحيح المفروض يكون عندنا الدائرة أفقية والعمود ماتها عمودي فصار عندنا خطأ هنا بهذه الجهة هذا لون هذا هذا عندنا مقدار خطأ معين هذا عندنا مقدار خطأ معين من نقلب الجهاز بالعاكس بالجهة الثانية ندور هذا المحور راح يصير عندنا الخطأ ينقلب به الجهة كان هنا عندنا محور الجهاز هذا إذا نرسم هنا المحور هذا كان المحور به الجهة منقلب الجهاز وين صار صار الميلان بالعكس الاعتبار أن الميلان كان جهة الفقاعة هي الأوطى وانقلب بالعكس الخطأ بهذا اتجاه صار كان ما ساعدنا إلى يمين يمين الآن صار ما إلا اليسار وين صار الخطأ بهالحالة إذا إذا نرسم الخطأ إذا نرسم الخطأ العفو إذا نرسم الخط الأفقي الأفق صار بهذه الجهة سوي بالأحمر الأفق من اجمعهم الموجب يأكل السالب يصر عدي الخطأ صفر ومن نقصهم على اثنين يطلع لي معدل القراءة هذا هو مبدأ التقليب اللي نعتمده لإيجاد بعض الأخطاء بأجهزة الثيودلات اللي وسميناه مبدأ التقليب فهذا راح يلقى لنا مجموعة من الأخطاء انه ناخذ القراءات فيس ليفت وبعدين ناخذهم فيس رايت وناخذ المعدل مالتهم ومن عدة نجري باقي الحسابات يخلصنا من عدد الأخطاء اذا كان الفرق ضمن الحد المقبول اذا خارج الحد المقبول معناها الجهاز يحتاج معايرة اللي هي عملية اما تعديل البرغي مات الفقاعة اذا الخطأ يخص الفقاعة او اذا عدنا مشاكل اخرى بعض نوع المشاكل تحتاج الى ارسالة الى مكاتب الصيانة الجهاز الخطأ الثاني ننبه بربندك هلاريتي أوف لاينوف كوليميشن توذا هورزنتال اكسز عندنا خط التوجيه ما يتوافق مع المستوي الافقي when this line of collimation is not truly sorry when the line of collimation خط التوجيه is not truly perpendicular to the horizontal axis ما يكون متعامد مع المحور الافقي during the revolution of the telescope اثناء دوران تلسكوب it will result in tracing out of the surface وفاكون الحركات التلسكوب راح تطينا شكل مخروطي يشبه المخروط بالنتيجة مالته in place of plane بدلا ما يكون على شكل مستوي due to this نتيجة لهذا الخطأ the measurement of horizontal angles taken between points مأخوذة بين نقاط that are at greatly valid elevations على فروق بالمناسب will thus be incorrect راح تكون غير صحيحة يعني اذا عدنا نقاط بنفس المستوي وعندنا خط التوجيه ما متعامد مع المحور الافقي اللي هو هذا اللي يدور حوله الجهاز راح يسبب لنا فروقات من تكون فروق المناسب عالي يعني هذا عدنا المحور الافقي اللي يدور حوله الجهاز الحركة العمودية وهذا عدنا خط التوجيه خط التوجيه الى الهدف هذا يتحرك ويد تلسكوب ولكن بكل الاحوال بأي مكان يكون هو يكون متعامد مع الخط الافقي مع المحور الافقي يعني شنو معناه هذا التلسكوب النقاط اللي بي منها الجهة ومنها الجهة نقاط التثبيت ماتة هذه نقاط تثبيت التلسكوب هاي العدسة الشيئية بها شعيرات وهنا عدنا العدسة العفو هذي العدسة الشيئية هذي يكون بها الدافرام منها الجهة وهذه العدسة العينية اللي تكون بها الشعيرات المتقاطعة وهذه هي جهة عين الراصد هذا يكون مثبت ميكانيكيا الى المحور الافقي هذا وهذه الزاوية هي التسعين درجة وهذا يدور التلسكوب حولها هنا اذا كان عدنا فرق بي فمن يتحرك التلسكوب هذه زاوية مو تسعين درجة بهالشكل بعدين من ترفع التلسكوب راح يصير الحركة ماتت طينة حركة بيضوية طينة كون بهالشكل خطأ بشكل كون فهذه اذا كانت النقاط نقطتين بنفس المستوي بهالمكان بهالمكان ترصدهم راح تصير ادنى الزاوية صحيحة ولكن اذا كانت وحدة مثلا على الارض ووحدة اعلى بناية نقطة على الارض ونقطة بأعلى بنا راح اطينا خطأ بهم شون نعالج هذا الخطأ ممكن انه يعالج بي ريدينج انجلز ام بوث ذا فيس ذا فيو دلات انه تقرأ الفيس لفت والفيس رايت مات الجهاز بوث فيس كلا التوجيهين الليفت مثلا والرائت ميناتهم نقرأهم ونشوف المعدة المعتل القراءتين اللي أخذناهم الخطأ الثالث the perpendicularity of horizontal axis to the vertical axis نفس الشيء هذا التلسكوب وهذا هو التثبيت ماته ولكن هالمرة المحور العمودي مع المحور الأفقي تعامد ببياناتهم هذا المحور الأفقي اللي يصير حوالي الحركة العمودية والمحور العمودي اللي يصير حوالي الحركة الأفقي شوفوا هاي الزاوية ادنى المفروض تسعين درجة إذا هذي مو تسعين درجة رح سببنا مشكلة واندى هرزنتل axis of the theodolite من يكون عندنا المحور الأفقي للثيودولite is not truly perpendicular to the vertical axis ما يكون متعامد بشكل صحيح مع المحور العمودي during the lowering or rising of the telescope من نخفض أو نرفع التليسكوب the line of collimation خط التوجيه will not revolve in the vertical plane خط التوجيه هاذا ما راح يتحرك عندنا بضمن مستوي اللي هو المستوي العمودي this gives gives rise to the angular error هذي يطينا خطأ زاوي اللي معنى errors will be encountered both in the horizontal and vertical angular readings راح يصير عندنا خطأ بكل القراءتين الأفقية والعمودية this type of error in theodolite هذا الخطأ بالtheodolite can be eliminated ممكن أن يتعالج by reading angles in both faces نفس الشيء من بالوجه بالface left والface right and thus noting the mean وعندها ملاحظة المعدل mean value of the two observed values المعدل للقراءتين المأخوذة الخطأ الرابع نن parallelism of line of collimation on the axis of the telescope level عدم التوازي بين خط التوجيه والمحور ومحور التليسكوب when the line of collimation يكون خط التوجيه is not parallel غير متوازي مع مستوى التليسكوب of the theodolite the zero line of the vertical bernier does not represent a true line of reference هذا عدنا الصفر ما التل ال جهاز العمودي العمودي يكون هنا عدنا الصفر ما متوافق مع الصفر مات الجهاز فراح يطينا خطأ بالقراءة مباشر zero line of vertical bernier does not represent the true line of reference يعني هنا بدأ ما يقرأ من الصفر يبدأ يقرأ مثلا point one يقرأ point two يقرأ فالشي عندنا خطأ بال bernier نتيجة ان الصفر ما يكون افقي ما يتوافق محور الجهاز هذا يسبب that this results in occurrence إلى حدوث angular of angular errors اخطأ زاوية in the measurements of vertical angles اذا الخطأ هنا خطأ بين الصفر و بين الصفر الحقيقي اللي المفروض يصير علي هنا ما تخط التوجيه راح يطينا خطأ بالقراءة الزاوية اللي هو نسمي index error this type of error هذا النوع من الخطأ can be eliminated vertical angle readings قراءتين عمودية one of the angular measurements must be taken with the telescope normal while the other observation واحد منهم بوضع التلسكوب الطبيعي والثاني must be taken with the telescope inverted والثاني مع التلسكوب مقلب اللي نفسه face left and face right this mean هذا يعني of the two values must be taken as the final readings المعدل المعدل the mean of the two values must be taken as the final reading كقراءة نهائية أيضا نرجع مرة ثانية نقول إذا كان الخطأ ضمن الحدود المسموحة إذا خرج الحدود المسموحة يحتاج الجهاز الصيانة sometimes في بعض الأحيان الخطأ العفو الخامس unequal graduation of the graduation of the circle إذا قلنا الدائرة الأفقية أو العمودية هذه الدائرة مقسمة تقسيمات وهذه التقسيمات دقيقة جدا يعني من أخذنا هناك مثلا من أخذنا التليسكوب العفو Theodolite Optical شفتوا أنه مجهر حتى يقدر يقرأ الفروقات الموجودة بهذه الدائرة حتى تظهر لهذه الصورة وأيضا بالأجهزة digital بها دائرة بها barcode وهذه دقيقة جدا بحث متحسس صغير جدا هو اللي يتمكن من أن يقرأ صغير ودقيق يكون أحيانا صر عندنا بها هذه تشوهات نتيجة لظروف المواد بسبب تكرار الحرارة والبرودة أو بسبب تقادم الزمن أو بسبب أسباب متعددة يصر عندنا التقسيمات هذي ما مساوية يصر بها شرين كي يجب مكانات معينة خاصة إذا صار بها overheating و إذن يصر بها extension يعني يعني تتقلص وتتمدد في مكانات فإذا تقلصت في أماكن من الدائرة وأوضت هذا بالتمدد بأماكن أخرى راح صار عندنا التقسيمات ما مساوية من الدائرة sometimes the graduations أو مرات تكون من المعمل الخطأ مصنعي بالجهز sometimes the graduation of the circle in the theodalite may not be equal ما تكون مساوية thereby causing the error in measurements سبب أن خطأ بالقراءات such type of error can be reduced هذا من الخطأ ممكن أن يتقلل by taking the angular measurements بأخذ قراءات زاوية many times عدة مرات on different parts of the circle بأجزاء مختلفة من الدائرة يعني أخلي الصفر كل مرة باتجاه مرة الصفر قريب من النقطة اللي جاي أرصدها أول وحدة وأمشي بعدين أخليها مثلا 45 درجة من جهتها وأمشي مرة أخلي 90 درجة من جهتها وأمشي عندنا theodalite بحركتين أفقية وحدة مع الدائرة يعني دور الجهاز مع الدائرة تبقى القراءة نفسها أقفل القراءة وأحرك التليسكوب ومرة لا أقفل يعني أحرر الدائرة الأفقية يعني القراءة تقوم تتغير من أحرك التليسكوب القراءة تتغير أما أزيد أو أتقل وحدة تتحرك الدائرة الأفقية مع الجهاز وحدة تثبت الدائرة الأفقية وتحرك الجهاز تتغير القراءة فبهالطريقة أقدر أستخدم أجزاء مختلفة من الدائرة هذا على القراءة وأخذ المعدل مالتهم يعني مرة رح يصير أدي الجزء اللي بي زيادة أقيس بي ومرة أدي الجزء اللي بي نقصان أقيس بي فالمعدل ما تتم زيادة تأكل النقصان اللي يصير بي بس هذا ما بي face left و face right ما يفرق non-concentricity of the axis of upper and lower plates هنا أدنا الخروج من المركزية بالنسبة للمحاور مثل هنا أدنا شوفون إذا نرجع لث يو delete هنا أدنا دائرة دائرة هذه ودائرة هذه إذن يدور أنسوية من نقفل ممكن تلك ما كو حركة تقفل هذه الدائرة الدور مع هذا من يدور والحركة الثانية لا هذه تثبت وهذا يدور حتى تغير القراءة فوحدة تنقل الجهاز وهي القراءة مالته وحدة تنقل فالجهاز بدون ما تثبت القراءة أن القراءة تزيد أو تقل هذا مرات دائرتين والمفروض متحدات المركز المفروض المركز ماتهم واحد من يكون مركز مختلف ماتهم راي سبب لنا خطأ بالقراءة الأفقية من المركز من المركز من المركز من المركز الحديثة مو بالمركز بشكل قطري thereby reading the error thereby leading وبالتالي يؤدي إلى error in the readings إلى خطأ بالقراءة This type of error هذا النوع من الخطأ can be prevented by reading the observations from both the vernias and taking the average همين نقرأ البرنيا ثلاثتهم ونأخذ المعدل وينزال لدينا هذا الخطأ of the two observations as the final reading ونأخذ المعدل للقراءة تين كقراءة نهائية non verticality of the vertical هير الشعرة العمودية بالتلسكوب تكون معمودية بالشعيرات المتقاطعة الشعرة العمودية تكون معمودية عدم تعامل الشعرة العمودية When the vertical error of theodolite telescope is not truly vertical ومشكل حقيقي عمودية errors can occur مخطأ ممكن أن تحدث such as the error in theodolite such type of error in theodolite هذا النوع من الخطأ can be reduced ممكن أن يتقلل by making use of the hair near the horizontal hair نستخدم الشعرة العمودية يعني نرسم دائرة مثل هذا التلسكوب وبهذه الشعرة هذه شعرة مو عمودية بها خطأ بها ميلان المفروض يتكون عمودية وعند وعند عارض لأن رصده وهذا عدنا من الشعرة العمودية قد يكون أيضا بها ميلان لأن هذه مجموعة مرتبطة بها ميلان أيضا فمرات نحن جاء نرصد عارض بهذا شكل فشن نخلي جاء نرصد الزاوية العمودية فما نهتم بس أنه يتقاطع العارض مع الشعيرة هذه آخذ القراءة هذا شي مصحح لازم أخذ قريب من أقرب ما يمكن من الشعرة العفقية يعني بالمركز هذا لأن هذا المركز هذه فقاع العفل الشعيرة الموقع الصحيح ماتها المفروض يكون لنأخذ غير لون الموقع الخطأ يتقاطع بالمركز هنا وكل ما أخذ الرصد قريب من المركز أو أقاطع الشعرة العمودية والأفقية أقاطع مع العارض حتى أخذ القراءة أتجنب هذا النوع من الخطأ ممكن أنه أرصد هذا الخطأ أنه أوجه المركز على نقطة معينة وأنزل التليسكوب بالحركة البطيئة وأشوف هل العارض يمشي عن هذه الشعرة وهذا هو العارض هل العارض راح يمشي مع الشعيرة العمودية معناها ما عندي خطأ إذا مش هاي شعيرة العمودية ما عندي خطأ أو لا إذا شعرة مائلة وين راح يمشي العارض راح يمشي به شكل العارض أشوف من حرك التليسكوب حركة بطيئة راح أشوف العارض أو سويلها الجسمة سويلها معايرة هذه هي الأخطاء اللي صور بسبب الجهاز أكو مجموعة أخرى من الأخطاء بس هذه الأخطاء خلي نقول الشععة عدنا من الأخطاء مثلا أنه اللي صير بأجهزة الثيود اللي يسببها الجهاز هو أنه أخطاء عدنا تصير بالحركة مات الجهاز يكون مثلا وبعدين يصير بأ يعني يصير بلوك الجهاز أنه ما يتحرك الجهاز هذا راح تمنع القراءة يعني الجهاز من تحاول تفتح القفل مات الحركة الأفقية والعمودية وتحرك الجهاز شوف بقوة من الشي الطبيعي وبقوة معينة حتى يثبت بما تثبت الحركة الأفقية ولكن مرات يكون هذا أكثر من اللازم معناه أكو عندنا مشكلة بالجهاز ميكانيكية وهذه راح تمنع القراءة أصلا فما ما بخلي هنا باللست ما تخطأ النوع الثاني من الأخطاء هي الأخطاء الرصد التعامل الغير الصحيح بالنسبة للجهاز أو تسجيل القراءة تسجيل القراءة غير صحيح لأنه تخصن الأجهزة القديمة ستشوفون بها تعقيد بالقراءة الأجهزة الدجيتال تخلصنا من هذا الموضوع صارت القراءة تأخذ مباشرة مع ذلك مشاكل مرات الستة والتسعة تنقلوب مرات الثمانية والتلاثة متبين بالموقع وبالنسبة بالنسبة الثمانية والتلاثة تشتبه أكبر قام تشتبه عندنا مرات يسجل القراءة الأفقية بمكان القراءة العمودية هذه الأنواع من الأخطاء اللي تسببها الراصد بهذا السبب وهذا السبب يسموها أحيانا هذه بدأ الأخطاء الرصدات يسموها الأخطاء الشخصية أخطاء شخصية قم بها شخص The observational errors can be divided into the following وهذا الأخطاء ممكن تتقسم إلى التالي Improper or inaccurate centering السنتر ما الجهاز على النقطة ما تكون صحيحة أما غير سليمة أو غير دقيقة وإذا Theodate is not centered correctly من الجهاز ما يكون متسنتر بشكل صحيح errors may occur أخطاء رح صار عندنا This error due to the improper centering of the theodalite is one of the most common errors وهذا النوع هو من أكثر أنواع شيوعا في أجهزة Theodalite This type of error varies on the basis of the length of the site وهذه الأخطاء ممكن أنه تتغير اعتمادا على الفترة التي تبقى نصب الجهاز بها أو مدة نصب الجهاز It can be minimized ممكن أنه تتقلل برو برو بار centering بالجهاز تحاول تخلي بالوسط بسو ما كو شي يضمن أنه هذا فعلا هي النقطة التي تأشرت السبرة مو صحيح لازم صر علامة دقيقة صغيرة جدا قطرها مثلا 1 ملي متر حتى تقدر تنصب عليها الجهاز مرات بول أو قطعة شيش تندق بالعرض ويعتمدون أنه الشيش هذا كله هو نقطة الحديد يترك أثر بالحديد يترك نقطة بالحديد فهذه تطينا المركز بالضبط مع هذه القطعة المعدنية عدم الموازنة الصحيحة أو الموازنة غير الدقيقة إذا الجهاز ما متوازم بشكل صحيح أخطاء ممكن أنه تحدث في هذه الحالة المحور العمودي مات الثيودولايت ليس عموديا بشكل صحيح ليس عموديا بشكل مثالي which result in واللي انتجنا عن the inclination of the horizontal circle لأن نحن تعرفون المحور العمودي صار حوالي الحركة الأفقية فإذا ما للمحور العمودي الدائرة الأفقية أيضا تكون غير عمودية due to ونتيجة لدوران أو لميلان الدائرة الأفقية the angles are measured in an inclined plane القراءات تأخذ بمستوى مائل بدار ما تكون بالمستوى الأفقي which should have actually been measured اللي هو يجب أن تقاس به and the horizontal plane لازم تقاس بمستوى أفقي itself في المستوى الأفقي نفسه thereby causing the error هذا يسبب أنه الخطأ this type of error هذا الخطأ can be reduced ممكن أن يتقلل by the proper leveling of the instrument ب الموازنة الصحيحة مع الجهاز use to screw يستخدم حركة بطيئة غير صحيحة هو وعدنا tên حركات بطيئة الحركة البطيئة العمودية والحركة البطيئة الأفقية عدنا use of wrong tangent screw يستخدم حركة بطيئة غير صحيحة يعني بدال ما يستخدم الحركة الوفقية يستخدم الحركة العمودية أو بالعكس حركات البطيئة هذه فهنا بهاي الحالة Errors انت ودي لات ما يكور When the server or the observer المساح او الراصد Makes use of wrong tangency crews من يستخدم Tangency crew غير صحيح Usually this type of error Is coming in unexperienced observers اذا كان المساح غير ما عنده خبرة كافية يحصل هذا نوع من الاخطاء Such type of error هذا نوع من الخطأ كان بي eliminated ممكن ان نتخلص منه If proper care is taking While losing the screws من نستخدم من نطع عناية او ننح عناية كافية لاستخدام براغي التوجيه من الجهاز بشكل صحيح الخطأ اللي بعده اللي هو انزلاق الجهاز When the theodolite is not screwed Tightly to the tripod من الجهاز ما يكون مشدود الى الجهاز بشكل مضبوب يعني بشكل جيد when the clumping of the shifted head or the lower head is not done firmly ايضا ممكن انه يحدث هذا من عندنا ايضا ممكن انه يحدث هذا من عندنا اللي هو مثل العتلة ما تحركها تقدر طلع الجهاز من الترايبراك تستخدم باستخدامات معينة فهذا ما يكون مثبت بشكل جيد Errors may occur ممكن تحدث خطاء Such error can be prevented by the proper clumping of the heads and firm tighten of the clamp of the theodolite هذا ممكن انه يتعالج الخطأ بانه نضب هذه الاشياء بشكل صحيح اللي هي head of ايه head of clumping وال والclamp matithiodolite الكلابات تكون مثبتة بشكل جيد النوع الاخر من الاخطاء اللي هي ما ممكن تجنبها اللي هي natural عراضي الاخطاء الطبيعية sometimes certain errors اخطاء طبيعية may occur ممكن تحدث due to the natural causes لأسباب بالطبيعة this type of error هذا النوع من الاخطاء includes the following يشمل التالي errors due to vibration of the theodolite in windy areas خطأ يجينا من اهتزاز الجهاز بالمساحات اللي بها هوا عالي تعرف حركة مستمرة اهتزاز مستمر اه لمدة كل ما زيد المدة يطلع لنا الجهاز من المركزية ويطلع لنا من ال level من الفقاعة وقلنا هنا اذا نستخدم ركيزة اه وودن ركيزة مصنوعة من الخشب افضل من انه نستخدم ركيزة مصنوعة من الامنيوم تطينا اه يعني خطأ اقل ولكن هذا يحدث الخطأ خطأ انتجنا من الحرارة والشمس اللي تسبب لنا تمدد بالاجزاء المعدنية اللي تنقل الحرارة مقارنتا بالاجزاء الاخرى والاجزاء الخارجية مقارنتا بالاجزاء الداخلية للجهاز وهذا يطينا التمدد بالماد يطينا اخطاء بالقراءات اللي هي اخطاء عندنا يصير بالحرارة العالية اللي هو يصير عندنا انكسار مثل حالة السراب يعني انه يصير عندنا تكسرات منصر حرارة عالية الارض تطي الحرارة تكسبها بسرعة وتطيها بسرعة فيصير عندنا احترار او زيادة بدرجة الحرارة بالطبقات السفلة وبالتالي هذا يتأثر على كثافة الهواء يصير بتمدد واتقل كثافة الهواء فصير كثافة طبقات الهواء غير متساوية يسبب انها انكسار بالضوء فبالتالي تشوف الهدف مو بالمكان صحيح مو انت تنظر للهدف ولكن تشوف الهدف بالشعيرات ولكن التوجيه ما يكون باتجاه الهدف او تشوف الهدف يتحرك نتيجة للحرارة مثل تحرك سرابي يصير به هذا نوع من انواع الاخطاء للصير هذا استخدام ثيودولات راح تاخذوه بالعمل او خذته بالعمل فهذا هو نهاية الجزء الاول من المحاضرة الجزء الثاني من المحاضرة راح يكون عن شون نقرأ اجهزة الثيودولات اللي بيها فيرنية او بيها مايكروسكوب يعني الديجيتال ما تحتاج راح تاخذوها بالعمل فراح ناخذ الاجهزة اللي ما راح تاخذها بالعمل ما متوفر عندنا بالقسم حاليا هي اجهزة قديمة ولكن لا تزال موجودة في بعض المواقع ويستخدموها احيانا في بعض مقابلات العمل يقول لهم تعرف تقرأ على هذا الجهاز مثلا يجي يشوفون معلومات المساحة وفعلا يستخدموها بسبب دقتها العالية خاصة بالمواقع الصناعية يستخدمون الأجهزة القديمة المتقنة الصنع مثل والدو هذه الأجهزة والكيرن والأجهزة القديمة بسبب الدقة العالية مالتها أو بسبب الكلفة الواطئة نسبيا مالتها وهي أجهزة يعني الصناعة مالتها المتيري اللي هذه هواي أقوى من الأجهزة الديجيتال الأجهزة الديجيتال استهلاكية أكثر وسعرها حتى ينخفض سعرها يخفضون الجودة مالت المواد والجودة الصناعية مالتها حتى تقدر تنافس بالسوق قراءة زوايا بالأجهزة طبعا هذه ممكن أن تكون بأجهزة أو بأجهزة أخرى يشبه مبدع عملها حتى مرات بالإنفار يصير عندنا كفيرنية اللي هو شريط قياس الإنفار أيضا يكون بفيرنية من تكون القياسات دقيقة جدا عندنا مواضيع تتعلق بالزوايا تعرفوها اللي هي Angles are measured by four major skills بها أربع طرق بالقياس Radian measure اللي هو القياسات القطرية أو radian اللي هي بالradian تنقص grade for math جيدة للرياضيات Rearly used in serving نادر ما تستخدم بالمساحة اللي هي أنه تتقسم الدائرة إلى 2pi وبعدين تتقسم يعني على أساس هاي 2pi تتقسم إلى قراءات تعخذ بالradian النوع الثاني اللي هو أكثر شيء نستخدم اللي هو degree minute second هاي 2pi الأجزاء اللي ما بعد الثانية تأخذ إلى مراتب عشرية يعني ستنقري 22.7 seconds مثلا معناها هاي 17 من هذه يعني ما يبقى نظام 60 يتوقف لهنا لحد الثواني يتوقف يصير أجزاء من الثانية وأكو عدنا نظام اللي decimal degree من degree ويتحمل يتحول إلى بوينتات هميا موجود في بعض الحسابات بس بشكل عام هاي نستخدم degree minute second وإجزاء second النوع الآخر هو grads or gons النوع الثالث اللي هي grads هذا مشهور أكثر بالاتحاد السوفيتي العفو بأمريكا وبأوروبا وعدنا يستخدم دقر من second هذا كان بالاتحاد السوفيتي السلق يستخدمون اللي grads أو gons اللي هي 400 grad تتقسم دارة بذل ما 360 درجة تتقسم إلى 400 درجة كل ربع 100 درجة يعني circle is divided in 400 grad grads are a decimal system نظام 20 يعني شنو يعني هذي تنقري 359 point 5352 grads فهذه point تنخذ ما تنخذ 60 ب60 مثل هذه مو نظام 60 وانه نظام عشري can express in hundred and ten thousand فيقرو centi grad و centi centi grad اللي هي تقرأ هذي grad وهذي من 100 يعني وهذي من 10 000 يعني هذي من 100 وهذي من 100 من هذه فصير 100 في 100 10 000 معنى هذي كل واحد grad هو 10 000 c وهو 100 c هنا هذه بتحويل النظام الاخر هو النظام الاسكري military angle measurement اللي هو النظام الاسكري للقياس اللي يستخدم ملات ميلز circle divided into 640 ميلز وهذا النظام اللي يستخدموه لأنه موجود في بعض الاسلحة نفس النظام مثلا المدفعية تستخدم ميلز الهاونات المدفعية والهذي تستخدم نظام ميلز فيحاولون الزوايا الى ميلز حتى تتناسب وياها الدائرة تتقس مباشرة الى 6400 ميلز هذا يمتاز النظام بأنه نقل الاحداث او نقل المعلومة سريع ما تضطي degree و minute و second وهذه بأجهزة الارسال تاخذ وقت يريدون النظام رئيسا تضطي زاوية ميلز فتضطي رقم مباشرة من 6400 اشتقاق من عند يستخدم 4000 بدل 6400 وانتقل من ال4000 الى 6400 انتقل من هذا النظام السابق كان 4000 فهم حسب الفريق اللي يشتغلون هما يعرفون نظاماتهم اللي يشتغلون عليه شنو فأنت تحتاج انه تعرف الجهاز اللي تاخد للحق شنو الوحدات اللي يشتغل بها خاصة الاجزة digital بها ميزة انه تقدر تحول بين الانظمة القسم منها ولازم تكون حريص انه نظام جاي تستخدم نفس شي من تستخدم الكالكوليتر مثلا بالامتحان الحاسبة اللي بيدك الكالكوليتر ترجان خطأ هذا مهمنا الموضوع تحكم بزواء احنا ادنا الفيرنية هذه هي الفيرنية هذه هي الفيرنية بالاجهزة القديمة جدا حتى مو مايكروسكوب وانما تظهر به الشكل وهذا يكو وحدة بهذه الجهة ووحدة بالجهة المقابلة لها بتشوفها وهذه هي الفيرنية القراءة مالتها شون تصير هذه كل وحدة منهم اول شي تقراها وهذا الحرف هل هي الفيرنية الايل والبي لانا كنت نقول انا واحدة بجهتنا والاخرى بالجهة الثانية هذه بما يخص الزاوية الافقية نقراها فالفيرنية هي عبارة عن طريقة للقياس بها هذه الخارجية هي التقسيمات الدائرة مقسمة 360 60 درجة وهنا عدنا فقط مقطع مقطع اللي هو هسا هنا عدنا 30 30 30 دقيقة 30 دقيقة plus هذه دقائق هنا تقرأ لان هذه الاجزة ما بها دقة للثانية وهنا ما للدقائق وهذه تشوف التقسيمة مالتها ما تساوي بالطول هذه التقسيمة هذه التقسيمة هذه يعني هسا هاي 60 وهي خمسين معناها ببياناتهم 10 درجات هنا من عدنا 10 و20 مثلا المسافة ببياناتهم مو 10 درجات وعنما المسافة ببياناتهم 9 درجات فمن ناحية هندسية إذا تسوي القراءات بهالشكل والطابق راح وحدة من الدوائر فقط أو وحدة من الخطوط فقط تتلامس بالضبط أو تتقابل مع وحدة من هذه التأشيرات وحدة من هذه التأشيرات وحدة من هذه التأشيرات تتطابق وحدة يمين الصفر وحدة يسار الصفر هنا ساعدنا مثلا هذا الخط لا يوجد خط مقابلة بالضبط بعدين يبدأ يقترب يقترب إلى أن يحصل تطابق في مكان ما هذه الخطوط المقطعة ما موجودة بالجهاز هنا مقشرين هنا حتى بين الكم والتقاطع صار تشوف بالضبط هذا الخط ينطبقوا إلى هذا القط آسف وبالجه الثاني يهم أنك واحد يتطابق واحد نجا واحد نجا يتطابق البقية كلهم يتطابقون فنستفاد من هذه الميزة نعرف أنه التطابق وينصار مرة يصير هنا مرة يصير هنا مرة يصير هنا مرة مو شرق بس هناك التطابق واحد نبحث عنه بالقراءة قراءة شو نصير أول شي نشوف اتجاه التزايد هل سنأخذ الدائرة الداخلية للأرقام اللي هي 50 60 70 عم نأخذ 290 300 300 300 10 إن هي بها للفاس لفت والفاس رايت فهذا نعتبر نحن بالفاس لفت اللي هو القراءة المباشرة مالته 50 60 70 نشوف التزايد بهال اتجاه صاير من 50 لل 60 زي اللي بعدها نشوف الدائرة يا هي هذه A لو B هذه الدائرة عندنا A ونشوف الصفر ونصير هذا الصفر هو اللي راح يقرأنا القراءة الرئيسية القراءة الشبيرة اللي تبدي درجات الدقاء وبعدين راح نجي نأخذ الأجزاء الأخرى نأخذها من الدائرة من الفيرنية نأخذها فهي القراءة الرئيسية والقراءة الفرعية نأخذها من الفيرنية نزيدها على القراءة الرئيسية فهنا نشوف الصفر وين مطابق هنا نشوف هذه خمسين وهنا عدنا واحد مية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر تقسيمات بين دائرة ودائرة وبما أنه هذه ستين هذه خمسين وهذه ستين فبعنا أنهم عشر معناها هذه واحد وخمسين إذا نجيها نلقاها أنه هذه واحد وخمسين هذه ثين وخمسين وهذه ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين خمسة خمسة ستة خمسة سبعة وخمسة ثمانية وخمسين فهنا صار عندنا هذه ثمانية وخمسين الصحيحة بقى عندنا هنا نص تأشيرة مثل هذه ساهم صار عليها نص نص الدرجة شكرا ثلاثين دقيقة بس حصلنا أن القراءة هي ثمانية وخمسين وياها ثلاثين هذه التقسيمة التي قلت لكم عليه شوف هذه مقسمة درجة إلى تقسيم تين هاي ستين مقسمة تقسيمتين كل وحدة ثلاثين فمعناها هاي ثلاثين حصلناها وأكو جزء هذا هنا ما واصل الخط ما واصل الخط هذا ما نقدر نعرف هش قد راح نبقي ناخذ من هاي الدائرة الشبيرة هاي اللي بالأعلى هذي هذي هي اللي راح نستعملها حتى نحصل هذي هذا المقدار اللي بقى من ها عدنا هاي الفضلة اللي صار بها المكان وبين هذا الخط وبين هذا الخط هذه الفضلة هي اللي راح نشوفها على هذا المقياس ننتقل للأعلى احنا عدنا هذا صفر وهنا التطابق صار عدنا بهالم مكان هذا التطابق صار عدنا فنحسب هذي عدنا هذه صفر واحد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي عشرة عشرة داعش اتماعش تلاتعش اربعة طعش خمسطعش ستعش سبعتعش سبعتعش القراءة منك قلت كانت عدنا كانت عدنا ثمانية وخمسين قراءة سابقا فنرجع نرجع لها خمسين وثلاثين قلنا وبقى عدنا الفضلة اللي ردنا نقراها شكت هس الفضلة هنا اشرنا واحد اثنيا ثلاثة اربعة عفو هذي عشرة وهنا عدنا واحد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعتعش يعني فراح نضيف الهنا سبعتعش وراح نجمعهم هاي الخمسين ثمانية الخمسين نفسها وهنا عدنا ثلاثين وسبعتعش صار عدنا سبعة واربعين قاعد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ايه فهذه هي القراءة اللي راح ناخذها هنا هذي يعني هاي القراءة مالتها درجة دقيقة فهذه صار عدنا القراءة ثمانية وخمسين سبعة واربعين هل سأريد مالتكم تاخذون قطعة قطعة ورق يعني ورقة وتقرون هذه القراءة حاولوا تقروها فلشوف شنو النتيجة اللي راح تطلع عدكم امين يا بيرني عدنا هذه الاي والقراءة عدنا صار تبدي منها المكان نقراها من الصفر مالت البرني هذا الصفر المالت البرني وراح نبدأ نقرأ هنا عدنا تسعين نشوف هاي كم تقسيم مقسم واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تقسيم تلاثين فهنا تشوفون ان الدائرة ما مقسم مثل ذي تقسيم غير تقسيم 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 بين التسعين والمية الرئيسيات واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة رئيسيات عشرة راح نقرأهم وبعدين راح نقرأ ذول الأجزاء الطريقة ثانية هسا عدنا تسعين هنا عدنا واحد وتسعين فضمنا انه الواحد وتسعين عدنا انضمنت هنا راح نكتب تسعين واحد وتسعين وهذه هس بدأ الما ثلاثين هناك ناعد ناعد عشرينات لأنه الدرجة الوحدة مقسم ثلاث أجزاء ستين على ثلاث عشرين معنا هاي عشرين ضمنا هاي صار تجي بالعشرين هاي الدرجة وهاي دقيقة وبقد عدنا هذي الفضلة الصغيرة هذي فنشرب غير لون وبقد عدنا هذي الفضلة اللي بالأصفر ردنا عرفها اش قدم نعرف ها من الأعلى نشوف التطابق وين صار احنا هس التطابق صار عدنا بهالم مكان ونجي نحسب واحد ثني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فراح نزيد سبعة عليها فراح تطلع عندنا القراءة مالتنا تسعين واحد وتسعين عشرين سبعة عشرين درجة دقيقة هذي القراءة مالتها الصير به الشكل يعني نشوف الصفر وين وبعدها نشوف الرقم القبل الرقم البعد وين التزايد صار من نمشي من هالجه الهالجه وين نحسب تسعين هاي واحد وتسعين هاي تسعين تلاث تسعين أربعة تسعين خمسة تسعين ستة تسعين ستة تسعين 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 مية معناها هذي هي واحد تسعين هذي واحد تسعين بعدين نجي نشوف الدائرة هجم تقسيم مقسم وحد اثنين ثلاثة لأن اكو اجهزة مقسم اثنين اكو اجهزة ثلاثة فإذا ثلاثة ستين على ثلاثة معناها كل واحد عشرين هاي معناها عشرين أربعين وصر ستين وتبدأ عشرين أربعين وهكذا فهي معناها عدنا عشرين صارت عدنا مبمونة فصار عدنا تسعين وعشرين القراءة اللي ضع منها والقراءة الاخرى ناخذها منها نشوف التطابق وين صار قمناها الخطوط موجودة بالجهاز وينما احنا نجي نشوف بالعن هذا ما مطابق هذا ما مطابق هذا ما مطابق بدأ نتقارب هذا مطابق 100% هذا بدأ يختلف بالاتجاه الثاني وهكذا لأن كل يصير مختلفين معناها التطابق أدي هنا أحدد بالي هنا التطابق وأحسب 0 1 2 3 4 5 6 7 فصار عدنا 7 7 ونجمع 90 27 هاي صارت القراءة مرة ثانية نعيد هذه بالنسبة القراءة الفيرنية الزاوية العمودية أهم من نفس الشي ولكن لازم نعرف الصفر وين مرات يصير لازم الصفر وين بالزنث أعلى الرأس أعلى سمت الرأس يعني الصفر يبدي بالعمود وكل ما تنزل العوارض يزيد القراءة صفر بالأعلى ويبدي عشرة عشرين ثلاثين أربعين يعني الدائرة صير بهذا الشكل هذا هو العمود وهذا هو الأفق وهذه التقسيمات عندنا عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين فيصر هنا عندنا صفر وهذه عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين وهذا صار عندنا تسعين والتزايد يصير به هل اتجاه هذه هي الزاوية هي شكل التنقاس وهنا نسميها زينث وهنا نسميها زينث distance مسافة السمتية هي الزاوية بس نسميها distance مرات وين يصير القراءة يصير بالعكس لا يصير صفر بالأفق بعض الأجهزة حسب الجهاز الصفر يصير هنا والتسعين هنا والتزايد به الاتجاه هذه الزاوية نسميها altitude 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 وهنسميه altitude فهي عدنا زينث distance وهنسميه altitude إذا الجهاز altitude يقرأ معناه يقرأ الصفر ويصعد إذا الجهاز زينث distance معناه يقرأ الصفر بالأعلى وينزل هذا مشكلة شنو أنه هنا يقرأ موجب وهنا يقرأ سالب وإحنا بالمساحة عدنا العوارض قريبة من الأفق عادة من نشتغل فعدنا رحصل قسم القراءة موجب وقسم سالب فتلقى أكثر الأجهزة تشتغل زينث distance أكو أجهزة لا تقرأ الصفر بالأسفل وهنا تسعين تقرأ بالأفق تسعين وبالأعلى مية واثمانين فلازم تعرف الجهاز شون جاي يصير تزايد وشون جاي يقرأ الزايد لازم يكون عندك معرفة لهذا الجهاز شون تعرف من بينه توجه الجهاز على عارض معين وتنزل الجهاز وشوف القراءة شون جاي تتغير وين الصفر مالتها راح يصير وين التسعين من بينه من خلال تحريك التليسكوب الحركة العمودية تعرف وين مكان الصفر مات بالأجهزة كلها ديجتال أو مو ديجتال هذا الموضوع هو صحيح ينطبق Since we assume that all serving projects into a level plane ما نحن نفرض أنه أكثر مشاريع المساحية على مستوية بالأرض تبدي And since we know that the projection of a line into a level plane is shorter than the physical length of an inclined line بما أن نرسم كل شي على ورقة مستوية نأخذ أحداثات X و Y أكثر شي وبما أن المسافة المائلة بين نقطين منسوب ماتهم تختلف عن المسافة الأفقية بين اتهم إذا سقط هم الثنين مع الورقة راح ننقل المسافة الأفقية بين اتهم بينما المسافة العمودية هي أطول نعرف أنه هي أطول فمعناها لازم نعرف هاي الزاوية حتى نعرف المسافة الحقيقية حتى نعرف الزاوية هذه المائلة بين نقطين لازم نعرف ها حتى نعرف المسافة الحقيقية بين اتهم حتى يصير فهذا هذا سبب يدعي أنه ناخذ الـ vertical angle نعرف vertical angle إذا صار حتى عندنا جهاز قبل تيودولات كان اسمه ترانزيت فهو نفس الشيء ما عنده جهاز ترانزيت أيضا بقياس تقياس الزاوية لميلان التلسكوب الصفر وين صار هذا الموضوع اللي حتنا عنه it's level بوزوي يعني بالهورايزين يصير هل الصفر بالهورايزين صار هذا تعبير all the instruments this way الأجزاء القديمة كان صفر بالفق ويصعد وسميناها الزاوية altitude هسق بشوار سامناها we can hard can be hard ممكن يكون من الصعب reading slight positive قراءات قليلة بالمجب قليلة قسم منها مجب وشوية سالب هذا يسبب بنا ارباك بالقراءة نسجلها how about straight up ما ضعنا انه يكون الصفر بالأعلى called zenith angle نسميها zenith angle أو zenith distance نسميها المسافة السمتية أو زاوية السمتية common choice for new instruments الأجزاء الحديثة أكثر بها كل ما هي أجزاء أحدث يكون الصفر ماتها بالأعلى انتقل few measures zero straight down قسم من الأجزاء الصفر ماتها يكون بالأسفل قبل ما نطلع بالجهاز بالحق لازم نعرف الصفر وين صاير هذه الفيرنية العمودية نفس القراءة نفس طريقة القراءة هنا كمان نشوف الصفر وين صاير مات الفيرنية هالمرة هذه القراءة وهذه الفيرنية بينها ما دام من الثلاثين للثلاثين هذه الفيرنية وهذه القراءة الصحيح المرة قلبة أكس الصورة لدينا هاك هاي صارت بالأعلى نشوف الصفر وين يأشر هنا عدنا عشرين واحد وعشرين وشوية أو تقريبا واحد وعشرين ونص واصل يمكن يواحد وعشرين وثلاثين ثانية العفو من الصفر هنا راح نبدي شوف الصفر هذا وين الطابق 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ونص ما عرف واصل أو ما واصل تقريبا راي اعتمد على وين عدنا هنال خطوط الطابق أي ثمانية وبعدين هنال عدنا looks like we are almost on the 30 من بعد ما واصل للثلاثين يعني ما واصل هنا التأشيرة للثلاثين معناها ما راح سجل للثلاثين وهنا التطابق صار عندنا بهذا المكان بين الخطوط شوف الخطوط هنا مختلفة 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 الان هات الطابق وعدين ترجع مرة ثانية تختلف راح تلقي خطين أو ثلاثة تشتبه بهم انهم متطابقين فتاخذ الأوسط مالتهم لأن يصير قريب الخطوط فتبدو ان هي متقاطعة ونأخذ القراءة هالمرة على الفيرنية منا عدنا صفر عشر عشرين ونشوف شقد وراء عشرين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تقريبا ونأخذ بهم القراءة نفس الأسلوب اللي أخذنا قبل شوي فهناك عدنا سبعة عشرين ونشوف ما أخذ ستة عشرين اي ستة سبعة ما أخذ ستة عشرين وهناك ما أخذ ثمانية صفر صفر وضفنا لها ستة عشرين صارت ثمانية ستة وعشرين القراءة وهكذا نفس الشي إذا ناخذ الجهة الأخرى ناخذ نفس الطريقة مات القراءة بس هالمرة تزايد نشوف صار من اليسار لليمين التزايد هذا الصفر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين صارت مضمونة وعدنا كسر وياها ونشوف الكسر وين صار التطابق صار التطابق هنا فمن شفناه هذا صار عشرين خمسة عشرين ستة سبعة عشرين ثمانية عشرين تقريبا وهذه اثنين وعشرين وهذه ثمانية عشرين صار اثنين وعشرين ثمانية عشرين هذه عدنا الاجهزة اللي احدث من هذه اللي تشوف نها مباشرة صار عدنا اجهزة اللي بها مايكروسكوب شرحنا عنها بالمحاضرة الفاترة تقلنا هذي هنا تنظر وتشوف المايكروسكوب اللي هو عبارة عن مجهر يشوف كالدائرة الافقية بشكل دقيق تقدر تقيس لحد الثواني تشوف بها هنو عدنا اثنين سكوبات واحد منهم السكوب اللي هو مات التلسكوب والثاني مات المايكرو سكوب واحد تشوف في العارض واحد تشوف في القراءة الكبير هو الادسة اللي تنظرنا الى الهدف اللي هي مات التلسكوب الصغير هو مات المايكرو سكوب وهنو عدنا عدنا عتلة متحولة بين القراءة الوفقية والعمودية تحولك القراءة الوفقية وتحولك القراءة عمودية يعني مرة تحول التلسكوب الى الى الدائرة الوفقية هذه اللي هنا موجودة لتقراها فتنقل خط النظر منها للدائرة الوفقية ومرة تنقل خط النظر من هذا المشور اللي موجود التحكم به هذه النوب هذه العتلة يحولك القراءة انه تشوف الدائرة العمودية أشي تقرأ فيصير قراءة الوفقية وعمودية وتحول منها معناها لازم تنتبه لها القراءة فقية او عمودية وعدها ايضا ال Optical Blumet اللي هي التسامد وتجهاز ايضا الى سكوب همين القراءة اللي راح تشوفها بدل مايكروسكوب وتجهاز هي هذه القراءة اللي على يسارك بعدها راح اكو عتلة او حلقة لمطابقة القراءات فالطابق احدى التأشيرات مع هذه الاشارة العمودية اللي موجودة عدنا منتطابق الاشارة نبديل القراءة القراءة ما منطابقة لا يعني لا هذه ولا هذه منطابقة على هذه فاكو عدنا عتلة او حلقة نحركها الى ان نجيب هذه بالضبط على هذه منطابق هذه وهذه مثل ما هنا سوى طابق هذه مع هذه طابق وحده من الاشارات الفوق مع الاشارة الجوة هذه مع العلامة ما تصفر فطابق هذه فمن طابق هذه اخذ القراءة مثل ما قلنا اخذ هذه المتين وخمسة ستين ضمنها ياخذ القراءة الاقال مو لاعلى متين ستين خمسة ستين حتى يقول و ما يقول الا هاي متين ستة ستة اذا ياخذها يقول الا اذا يقول متين وخمسة ستين يقول و و فاحنا نشتغل برياضات كله الو اربعين ضمنها لانه هو سوى المطابق على الاربعين هذه عشرين اربعين وهذه تصفر ستين تصفر درجة كاملة زيت خمسة ستين صفر ستة ستين فمنها التقسيمات ما لتا عشرين اربعين التقسيمات التقسيمات اذا تقسيمتين معناها تلاثين بتلاثين صر هيشي فصر تلاثين وترجع درجة تلاثين ترجع درجة هنا لا اشرين اربعين درجة اشرين اربعين درجة وهكذا وبعدين نجي هنا واخذ القراءة الصحيحة هذه هي تقرى لي تقرى لي الدقائق وهذه تقرى لي الثواني فهنا عدنا عشرين ثانية عشرين ثانية واحد وعشرين ثانية 22 ثانية 23 ثانية 23 ثانية بعدين أخلي point وأقدر جزء هذا هذا تقريبا عبر النص 6 أو 7 سأخلي 7 10 من الثانية يشوفون هذا الجهاز يقرأ إلى 10 الثانية ولذلك يكون بعد لحد الآن قسم من المواقع يقرأ بهذا الجهاز يشوفون هذا التي توب والتي ثري بعد أدق من هذا الجهاز ذا كبي شبابيك تطابق ونأخذ القراءة فهنا شوفون أن القراءة ماتت جدا دقيقة بينما هذه الأجزاء لدينا بالقسم مثلا واحد دقيقة 60 ثانية شوفنا 10 ثانية يأخذ هذه القراءة واحد دقيقة ونقرأ به مثلا 20 ثانية الدقة ما تصير هذا قراءة مضبوطة وهذه قراءة تقريبية يزاد ناقص 20 ثانية زاد ناقص ونقص بها فهنا شوفون يعني 20 ثانية ليش لأنه هذي تقسيمات ثلاثة فهو ياخذ زاد ناقص وحدة من دولة هذا ياخذ زاد ناقص واحد ثانية شوفش كدد دقيقة ما لتا أعلى فأعلى من الأجهزة اللي موجودة حاليا الأجهزة قليلة الكلبة هذه بنسبة للأجهزة اللي راح ناخذ أخذناها وراح تدخل عندنا بالمادة شون تقرأ البرنيو مالتها أو المايكروسكوب مالتها التيتو عفوا التيتو نوعية أخرى من عنده تأخذ بهالشكل القراءة وهذه همين بها شبابيك ها تقلنا بها مطابقة شبابيك الطابق الشبابيك هالمرة شوف أكو شبابيك عندك هذه تكون مختلفة الطابق ها والقراءة صير مباشرة عندك 94 بعدين واحد وبعدين تأخذ اثنين وصير اثناعش هاي واحد معناه عشرة فصير اثناعش واثناعش واربعين وبعدين تحسب ذول المفردات واحد اثنين ثلاثة اربعة وتأخذ الاجزاء مالتها اللي هي احنا تقريبا بوينت تو فتقدر تأخذ تسعة واربعين واثمعاش اربعة واربعين بوينت تو مثلا ناشوف انه ما مطابقة بالضبط اكو بوينت بالموضوع فهذه اهنا سأخذ بوينت ثري هو شوف هذا التقريب اللي اقول عليه يعني زاد نقص واحد ونجمعهم هذا اللي راح تشوفه فعليا بالتلسكوب هذا بالتي ثري واجهزة الحديثة يعني الحديثة اللي انتجت بالسبعينات يعني موما التستينات اعتبرها حديثة من القرن الماضي يعني خلينا نقول الأحدث من اللي قبلها وليست الحديثة هذي هنا شوف هي ميتين وستة وخمسين التلاثة شبابيك مطابقة اول مرة طابق شبابيك واقرى هذه ميتين وستة واربعين وتلاثين هاي معناها ثلاثة ثلاثة صفر تلاثين ثمانية وتلاثين معناها ثمانية وتلاثين عشرين واحد وعشرين اي اي عشر داعش اي عشر تلاتعش اربعة اي 1516.8 تقريبا فمعناها 256.38 وهنا عدنا 16.8 وياها قراءة هذا القراءة العمودي همين بيها نفس الشي همين بيها مطابقة شبابيك وقراءة ناخذها هذا اللي راح ناخذها هاي البقية تمارين بيها انه شون تنقاذ الزاوية لمجموعة من العجزة الاخرى فراح نكتفي بهذا الجزء ونسمع من عدكم العسئلة موالتكم الجزء الاول والجزء الثاني موالت المحاضرة اذا عدكم عسئلة ويحتاج انه ان شاء الله سمن ينزل الفيديو على اليوتيوب يحتاج انه توقفه وتشوف القراءة هل صارت القراءة صحيحة عندك او شنو الخطأ اللي صار عندك يعني بالممارسة وبالتمرين راح تعرف تقرأ الفيرنيا وايضا عن المايكروسكوب وهي معلومة تفيدك تبقى ويك دائما انه انت تحتفظ بهذه المعلومة اللي ممكن انه الكثير من المساحين ما يعرفون شون تنقري هذه الزاوية اللي تخرجوا حديثا يع حتى بنرسمها على الصبورة ما تكون واضحة مثل هسا من موجودة امامك بالحاسب وبالمبال ما يقدر يعيدها اكثر مرة فدائما صار ادم مشكلة بكيفية قراءته الى ان يحتاجونها ويتعلمونها بعدين هما فمن يروح يعرفها ممثل لمن يسأل تعالوا علمونيا وهو يعني مهندس بالموقع هذا السبب اللي جابنا عليها الاجهزة الالكترونية سهلة انه هذا الموضوع انه مباشرة تطيني القراءة للاجزامات اخر شي يقدر يجيبها الجهاز وخلاص ويعرض لها على الشاشة واسجلها مباشرة فسهلة هوا من هذا الموضوع بالبداية راح اذا تشتغل على الجهاز من هذه الاجهزة اكثر هما يصفروا على التسعين لانه ياخذون تعامض محاور بالمواقع الانشائية فتلقى يستخدم التسعين يصفر القراءات الصفر ويحرك التلسكوب الى ان توصل تسعين بالضبط ما يقرون الاجزاء بها هواي بس يصير عندك ميزة انه اذا تقدر تقرأ بها الزوايا ايضا وما يستبادن منها انه دقاتها جاي تطلع اكثر من تعدلات ديجيتال اكثر من التوتال ستيشن جاي تضبط العمل فمن يصير عندنا عمل مثلا تطابق محاور مثلا جينيريتر و جي تي مثلا او الاجهزة اللي بها محركات ضخمة بها سناتر مضبطة لازم لاجزاء المليمتر تحتاج هذا النوع من الاجهزة التلسكوب مات ايضا الشعيرات مات نحيفة ومستخدم نفس قوة التكبير بالاجهزة الاخرى فهذا اهم ان يضطينا انه العارض ما يضيع ورا الشعيرات طبعا السمك مات الشعيره ينحسب ويدقة الجهاز كل مكان جهاز دقيق يحتاج انه يشوف العارض خلف الشعيره لانه راح يشوفه بشكل اعدق فتصاغ او تصنع وتصمم الشعيرات بشكل معين فهذه الاجهزة القديمة اه ما يتزال يعني ناجحة وبالاستخدام ببعض المواقع فلازم تعرف القراءة مات